موسيقى بحلقة اليوم رح خبركم عن اتيكات التعامل مع اقلية بالمجتمع بتم تجاهلهم بسبب قلة التعامل معهم او بسبب قلة الوعي عن كيفية التعامل مع هاي الاشخاص والاشخاص اللي حابة صلة الضوء عليهم اليوم بهالحلقة هنا الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتجي فكرة الاحتياجات الخاصة بسبب اعاقة معينة ممكن تكون بسبب خلقي او بسبب حادث معين او ممكن لكبر السم وعند التعامل مع زوي الاحتياجات الخاصة لازم تعرفي انه الاتيكات ما بيختلف ابدا من الشخص العادي الى الشخص زوي الاحتياجات الخاصة يعني هو شخص انسان كامل الفرق الوحيد بين الانسان اللي انت بتتعاملي معه بشكل اكتر هو انه بيؤدي الوظائف اليومية بطريقة مختلفة ممكن يحتاج لكرسي متحرك ممكن يحتاج لعصى تساعده في السير ممكن يحتاج الى حيوان مثل الكلاب المدربة على مساعدة الضرير او ممكن يحتاج الى سماعات ولكنه انسان طبيعي انسان مخلوق من نفس الطينة اللي انت انخلقتي منه فما في اي داعي للشعور بالحرج او الشعور بالارتباك او حتى الشعور انه عليك التكلف بطريقة غير طبيعتك من الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بيستخدموا الكرسي المتحرك حابة صلة الضوء شوي على الكرسي المتحرك الكرسي المتحرك عامليه كأنه جزء من اجزاء جسم الشخص اللي بيستخدمه يعني ممنوع انك تعلقي عليه حقيبة يدك او تفكري انك ممكن ترتكزي بيدك عليه لانه مستحيل انك تتصرف بهذا الاسلوب مع رقبة شخص او مع رجله او مع يده فاعتبري انه الكرسي المتحرك هو عبارة عن امتداد لجسم الشخص الذي يستخدمه بنفس الاسلوب عند التعامل او محاولة ادارة حوار مع الشخص الجالس على الكرسي المتحرك اذا زادت فترة الحوار عن ثلاث او اربع دقايق يفضل انك انت تنزلي وتجلسي على كرسي مقابل له حتى يكون مستوى نظره في مستوى نظرك فهو هذا الاتيكات انه ما يتحاول الشخص الجالس على الكرسي رفع رقبته بفترة طويلة ممكن تقلم رقبته او اكتافه بنفس الوقت افضل اليك انه انت ما تنزلي رقبك بطريقة مزعجة لفترة طويلة الفئة الاخرى من زوي الاحتياجات الخاصة هم الاشخاص اللي عندهم مشاكل بالسمع او ممكن يكون اصم تماما يعني عنده فقدان للسمع فيفضل بهالحد الاشخاص المعينيين بيعتمدوا على حركة شفاه فمك يعني لما تديري حوار مع الشخص حاولي انك تحكي ببطء اكتر من الطبيعة حتى تتيحي للشخص الامامك انه يقرأ حركات شفاهك لانه هو هذه الطريقة اللي تدرب عليها عند اخصائيين وفي مدارس خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة لقراءة شفاه الاخرين حتى يقدر يفهم الكلام اللي عم تتحدسيه بنفس الوقت تراعي انه انت وعم تتحدسي ما يكون فيه طعام بفمك او انتبهي انك انت ما على طولة تحطي ايدك بشكل انك تغطي منطقة الفم لانه هذه هي وسيلة التواصل الوحيدة عند الشخص اللي عنده مشكلة في السمع وعنده صمم دائم بنفس الوقت تجنب انك تصرخي بصوت عالي لانه ابدا ما له داعي مجرد وضوح العبارات ومجرد بطء التحدث كافي لجعل ذوي الاحتياجات الخاصة بفهم كلامك الفئة الاخرى من ذوي الاحتياجات الخاصة هم الاشخاص اللي بيعانوا من ضعف شديد في البصر او حتى ممكن فقدان البصر كيف ممكن تقدمي مساعدة لشخص ضرير او عنده ضعف في البصر لتعدية الشارع في هاي الحالة يفضل انك انتي تمدي له زراعك وتسمحي له انه يتقبط زراعك او يمسك بزراعك في هالمنطقة وفي هالمنطقة وبهذه الاسلوب انتي بتسمحي للشخص الضرير او الشخص اللي عنده ضعف شديد في البصر انه هو يأخذ روح القيادة بدل من انك تمسكي بيده كطفل صغير وانه انه هو يمشي وراكي وكأنه عاجز تماما عن اغزمام الامور اما الحوار مع شخص ضعيف البصر يعني لديه مقدرة على الرؤية ولكن رؤيته لا تساعده على انه يميز بين الاشخاص بوضوح فالطريقة المناسبة انك تحكي معه بتعريف نفسك لانه هو بيعتمد بشكل اساسي على حاسة السمع فيشوف من وين الصوت صادر حيعرف انه انتي الشخص المتحدث حيعرفك من صوتك وتعرفي بنفسك بعدين تعرفي بالشخص بتقولينه مثلا الشخص اللي على يميني احمد والشخص على يساري جميل وبالتالي سيعرف من هم الاشخاص المواجهين له اخر فئة من ذوي الاحتياجات الخاصة اللي حاب احكي عنه اليوم هو الشخص اللي ممكن يكون عنده مشاكل او صعوبة بالنطق الكلمات كيف تتعاملي مع شخص بهاي المشكلة الطريقة المثلة انك انتي تركزي نظرك تماما على شفاه وتحاولي تفهم الكلمات اللي عم بحاول ينطق فيها بدون مؤاطعته وبدون ما تتحاولي نظرك قبل اشياء اللي حواليك مثل موبايل او مثل تلفزيون ركزي على الشخص اللي تعطيه تعطيه شعور بانك انتي مهتمة فيه كشخص وكإنسان كما ممكن انك بعد ما ينهي الجملة تعيدي الجملة مثل مفهمتيه وتشوفي اذا عطاكي اشيارات انه ياس انتي فهمتي عليه ولا لا وبالتالي حيكون في شعور بالراحة من الطرفين وممكن هو يحسن او حتى يشعر بالراحة انه يستمر بمتابعة الحديث معك وبالنهاية نصيحتي لجميع السيدات اللي بتعاملوا مع شخص ذوي الاحتياجات الخاصة انه نتذكروا انه انسان طبيعي يجب التعامل معه باحترام ومحبة وطيبة خاطر وصبر شوي زيادة عن اللزوم والابتعاد عن الكلمات السلبية مثل كلمة شخص معاق او كسيح او اعمى او متخلف لانها عبارات سلبية ما بتساعد لتطور المجتمع ولا بتساعد باطفاء جو مستحب على الحوار ان شاء الله ربنا يعطيكم طول الصحة والعافية وبتمنى انكم استفدتم معنا شكرا موسيقى موسيقى موسيقى